أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موفيرتو ميلينزي أن المجر رفضت استقبال جوزء من المهاجرين العليقين على بطن سفينة خفر السواحل الإيطالي ديو تشيتي داخل ميناء كتانيا بعد أسبوع من إنقاذهم قبالة المياه الليبية جاء ذلك خلال لقاء جمع ميلينزي بنظيره المجري بيتر زيغارتو وأضفت وكالة أكايا الإيطالية أن الوزيرين تبدل وجهات النظر حول الملفات الأوروبية الرئيسية بما في ذلك الوفق السياحية للاتحاد الأوروبي والمفاوضات الخاصة بالإطار المالي المتعدد لأعوام للاتحاد الأوروبي والقضايا المتعلقة بالمهاجرين